عزيزي الغالي شوف في صورة الأحزاب وهذا الكلام قلناها مننا نحن بس اللي عادة إفادة للأخوة الأحبة المسلمين يتكلم يقول وانزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم صياصيهم تعني الحصون أو القلاع وقذبت في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وفريقا وتأسرون فريقا يقول وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير يعني محمد كان حث أتباعه على أن يروحون يقتلون أكو آية أنا بصراحة أتمنى المسلم هو يفهمني إياها يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين هاي بالتوبة أرباطعاش يعني الله يشفي صدور قوم المؤمنين هذولة بالله بالقتل وبالتعذيب وبالخزي يعذبون الناس ويقتلوهم ويخزوهم هذا اللي يشفي صدور هذول الناس المؤمنين أنا اللي عرفة أنه الإنسان لما يكون يرضي الله يعني يكون يشفي صدره عندما يصلي عندما يصوم يطيع الراب يصنع الخير يصنع الصلاح ليس عندما يقتل أخو الإنسان اللي خلقه هو الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة